السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أحبائي في طرش جديد يتعلق بتاريخ مدينة قرية من خلال نص تاريخي صفحة 24-25 الهدف من الدرس هو أدرس تاريخ مدينتي أو قرية من خلال نص تاريخي نعم أنا أمهد لتعلمي تعلمت من الدروس السابقة كيف أستخلص معلومات تاريخية من شهادات شفعية وصور ووثائق مكتوبة كيف أقرأ نص عن تاريخ مدينتي أو قرية وأفهم مضمونة أن أنجز أنشطتي يعتبر النص التاريخي شهادة مكتوبة عن أحداثي الماضي النشط الأول طلب أستاذ في إحدى مدارس مدينة بزو من تلاميذه البحث عن وثائق حول هذه المدينة فعثروا على نص تاريخي قديم يعود إلى القرن السادس عشر ميلادي نعم أتعرف كيف أقرأ نص تاريخيا باستهمال بطاقة نحن نحن نقوم بقرأة ديالو بزو مدينة قديمة مبنية على جبل عالي يجري تحتها وادي العبيد والسكان بزو كلهم طجار أمناء حسن الهندام يصدرون الزيت والجلود والأغطية إلى بلاد السودان وينتج جبلهم كثيرا من الزيت والحبوب ومختلف أنواع الفواكه الطيبة كما يملكون عددا هائلا من أشجار التين أن الوثيقة الأولى أنه هو نص تاريخي من كتاب وصف إفريقية الحسن الوزان 1514 ميلادية دار الغرب الإسلامي أصفحى 170 لدينا أستعين بالبطاقة أسفله لأقرأ النص التاريخية ثم أتمم الجتول على الدفتري عند قراءة نص تاريخي أستعين بالأسئلة الأذية ما نوع النص؟ هل هو رسالة أم خطف أم مذكرة أم مقتطف من كتاب؟ مصدره من أين أخذ النص؟ من صاحبه؟ متى كتب؟ ما عنوانه؟ حول ما يتحدث؟ وعنا واحد جدول مرافق عنا نوع النص هذا عنا نص نظروا العنوان نص تاريخي من كتاب إذن هذا سنكتبه مقتطف من كتاب مصدره؟ مصدر هو صاحب النص أو إذا كان شي كتب آخر إذن هو الحسن الوزان تاريخ كتابته ما بين 1514 ميلادية موضوعه؟ عنا مكيهدر؟ يتحدث عن مدينة قديمة بالمغرب تحت اسم بزوب ننتقل إلى الصفحة 25 أفهم مضمون نص تاريخي باتباع الخطوات الآتية أحدد الكلمات الصعبة في النص وأشرحها بالاستعانة بالقوامس اللغوية والتاريخية ومعتون نوع الكلمة عرفها لبلاد السودان ماذا نقصد ببلاد السودان؟ يقصد بها في الماضي المنطقة التي تمتد جنوب الصحراء الكبرى من المحيط الأطلنطي إلى بحيرة تشاط نعم بعده عنا أبحث عن الأمكنة المذكورة في النص وأحدد موقعها الجغرافي بالاستعانة بالخريطة والصورة ومعتون نوع مدينة بزوب قديما ومعتون نوع الموقع ديها في الخريطة دي المغرب نحن نقلب على مناطق أخرى من تقلعنا هي بلاد السودان نحن نقلب على بلاد السودان في الخريطة كما تلاحظون في الصورة فهذه هي بلاد السودان استخرج من النص معلومات عن مدينة بزوب من حيث بيئتها الطبيعية وسكانها وثرواتها وأنشطتها نعم بيئتها الطبيعية أنها بزوب مدينة قديمة مبنية على جبل عالي إذن هي مبنية على جبل عالي سكانها كيف هو ما سكانها؟ كلهم طجار أمناء حسن الهندام صرواتها صروات اللي عندهم نعم ينتج جبلهم كثيرا من الزيت والحبوب مختلف أنواع الفواكه الطيبة وكذلك أشجار التي أنشطتها أشكدروا الأنشطة؟ يصدرون الزيت والجلود والأغطية بعده استنتج قيمة هذا النص في التعريف بتاريخ المدينة نعم تظهر قيمة هذا النص في التعريف بالمنطقة من حيث موقعها وطبيعتها وأنشطتها وتسهيل الأمر علينا لدراسة المنطقة إما المدينة أو القرية النشط الثاني أدرس نصا تاريخيا عن مدينة قرية نبحث في كتب ومراجع ومواقع إلكترونية عن نص يتحدث عن تاريخ مدينتنا أو قريتنا هذا السؤال موجه المتعلم لأنه لا يمكن أن نجواب عليها باختلاف المناطق ديلكم كل واحد يسكن في واحد منطقة معينة إذا خصوا يبحث عن المنطقة التي سكن فيها إما مدينة أو قرية في الأنترنت أو في الكتوب أو في مواقع إلكترونية نحن نص تاريخي يتحدثنا على مدينة طنجة أنا مثلا أنا اخترت مثلا مدينة طنجة ولكن أنا لا تبحث عن نص تاريخي فقط أنا أعطيت واحد المعلومات بسيطة أنتم خصوا يتبحثوا على نص لأن المناطق مختلفة من المغرب ما يمكن أن نخده لتحضر من المناطق لكي لا نضيعو لغة كثيرة إذا كل واحد يكتب مثلا المدينة ديلكم في الأنترنت أو في الحاسوب وغير القى نص تاريخي يتحدث عن المنطقة ديالو مثلا درت غيروا العبارة مثلا درت تقع ولكن هذا ليس نصا تاريخيا تقع تنجة في شمال المملكة المغربية وقد تم تأسيسها عام 1320 قبل الميلاد وهي واحدة من أهم مراكز التجارة والصناعة في شمال أفريقيا نعم السؤال بعده أدرسه باستعمال عناصر البطاقة السابقة النشط الأول وأستخرج منه معلومات تاريخية طبيعية بشرية واقتصادية وثقافية بمعنى خسنا ندير واحد الجدوان يك في هذا اللي ديرنا في اللول ديرنا فيه نوع النص يعني واش رسالة أو خطاب أو مذكرة مصدره من انجبته شكون موله تاريخ كتابته والموضوع اللي كيتحدث له هذا النص هذا تفقناه ثم نستخرج منه معلومات تاريخية طبيعية بشرية اقتصادية ثقافية ارتباطا بالمنطقة اللي انتم سكنين فيها واش ملتفقين يعني هاد المنطقة دي لكم اشناه المؤهلة دي لها في حال اللي خرجنا مثلا ببزو مثلا بيئات طبيعية راكينة في الجبل السكان دي لها كيف اشناهو ما ثروات دي لها اشناه الثروات دي لها دي لها دي لمنطقة واشناه الانشطة اللي كتقم بها المنطقة دي لكم واستعين بالمعجمي والخارطة مثلا باش نشرحوه هالكلمات اللي ما عرفناه شتفقناه؟ السؤال الاخير ابريزو قيمة في تعرف تاريخ مدينة او قريتي ابريزو قيمة في تعرف تاريخ مدينة او قريتي نعم عند البحث عن منطقة اي منطقة مثلا قد نتعرف على مجموعة من العناصر مثل مثلا تاريخ تأسيس المدينة او قرية وغيرها من المعطيات يعني مجموعة دي الاشياء ما كنكونوش احنا عارفينها لكن عند البحث على واحنا نستاريخ المدينة كنتعرف على واحد الاشياء قديما كانت واحنا ما اطلعناش اليها وبهذا احبائي تكونوا هذه الحصة قد انتهت وشكرا لكم على المتابعة والى اللقاء